السلام عليكم اخباركم ام نورين دايما معي بس اعبيكم في كل وقت وفي كل اوان يا مرحب يا مرحب يا اهلا بمني شارك دايما مع بعض بعون الله وبإذنه الزمالك شوفوا الحكاية لازم اكون واضح فيها اوش عشان حصل احوار بيني وبين احد الاصدقاء ولعبت الكرة ان انا بحبهم يعني وارى في نفسي ان احنا اصدقاء يعني اه هو رجل زمالكوي لا شك في هذا اه اتكلمنا عن نادي الزمالك واللي بيجرى مع نادي الزمالك هو مقتنع اختناع راصخ وشديد اه القوة بانه الزمالك يعني يكاد يكون يحارب ووصف وصف معين من نوعية ان الحقوق الرعاية اللي كان الزمالك وقعها من الفين وطمانتاشر لالفين واتنين وعشرين لاربع سنين دول كان الاهلي الضعف او مرتين يعني لكن الجديدة حقوق الرعاية الجديدة الاهلي بقى اربع ضعف وشايف ان ده غير صحيح ان الزمالك يجب ان يكون في مستوى النادي الاهلي الاعلامي وكل شيء وانه ده ظلم والظلم ده له اثر على كل شيء في نادي الزمالك وده كلام منطقي وممكن بالفعل يكون صحيح ما بنكرش النموك يكون صحيح خالص بالعكس لكن هنا الموضوع وده اللي ممكن بفيه خلاف بينه وبينه في المناقش انه لازم الاول اصلح نفسي واجوائي وحالتي عشان اعرف اتخانق برا يعني محدش بيبقى بيتخانق مثلا وبيدور على حقوق معينة خارج باب البيت الا ما يخلص كل المشاكل اللي جوه يعني يوفر الاكل والشرب لعياله اه الامور اتحسنت اه جدت بيته اه نقل نقل مكان وهكزا ابدأ بعدين هقول لها اللهيجة علي انا هعمل واحد اتنين وثلاثة واربعة هي دي الفكرة هو طبعا المنطقية ان انا اعرف اجيب الحاجات دي من برا اعرف اعدل جوه نادي زمانك في الفلوس واللعيبة وحاجات زي كده لكن ده خلاف في الرأي لا يفسد ابدا للود القضيشة وده اللي انا بتمنى دايما واختلف مع مرتضة منصور من هنا للسنة الجاية ما فيش مالعة واتفق معا من هنا للسنة الجاية لكن لازم يبقى على اساس انه الاختلاف في الرأي اللي يفسد لود القضية نتناقش ونتكلم مع كل وانا اعتقد انه هنا في فيديوهاتي يعني كتيرة جدا كنت بكامع عن امير وافكاره وما زلت هو امير طبعا الموسم اللي فات ده ضيع ضيع كل اللي عمله قبل كده اتمنى انه يبدأ بقى من الجديد انه يعدل حاجات كتيرة تفرق الفترة دي معلش انا في البداية كلمت عني يعني وعن الموضوع عشان تبهوا معايا في الموضوع في بعض الناس يقول ان اخواتنا اللي بيعلقوا قولوا انك بتهاجم ادارة الزمالك وهو ادارت زيك بتتهاجمش ليه دي واحد اتنين انه ان انت بتعمل ده ولود الحكاية دي كتير وعد تدحك انه عشان مختلف مع مرتضة او سبت قناة الزمالك مختلف مع مرتضة مش كشخص كرئيس نادي في بعض الاخطاء انا شايف هموك يبقى غلط وهو يبقى صح او العكس لكن دي الحكاية لكن موضوع قهات الزمالك قلت بدل مرة مليون واقعدها للصديق العزيز ده انه انا اللي مشيت مش حد تاني ومع ذلك مفيش مشكلة نوضح الحكاية دي يعني مع بعض نتكلم في كل شيء طيب تعالوا بقى نروح اه لقصة كده وموضوع وهو الفيديو اللي النهاردة المستشار مرتضى طلع او طلع مبارح بالليل يعني لكنه بقى انتشر طبعا من النهاردة والناس بتشوفه والناس تتكلم عنه والصفحات تاخد عليه الاخبار والحاجات دي كلها فيها موضوعات كتيرة لكن انا عندي ملاحظة بسي ملاحظة او اتنين او تلاتة بعرفش انه المستشار مرتضى رجع اللوكيشن الظهر الخلفية اللي وراه زي الشجر كده اللي وراه دي آآ الخلفية اللي كان بيعملها في الفيديوهات اللي كان حاصل فيها آآ بيسموها ايه تعطيل عمل مجلس الاضارة في الفترة دي كان وراها السلم الفول فور جي وبتاع ان كان اعتقد الحاجة اللي مدخل عليها التعديل هي الصورة بالنفذ الجلالة اللي على الحيطة ده يعني ده الحاجة اللي فيها اختلاف عن الفيديوهات اللي قال له كده او الفيديو ده وده او الفيديو في الزاوية دي انا ما عرفش الفيديو اللي متقطع زي ما بيقول تلاتة حتة دي آآ هيكون رايح فين. تمام? لكن هو برضو قال حاجة انا يعني آآ هو اكيد رجل خبير قانوني يعني هو القضايا بتاعت السب والقصف بالفعل. احنا كصحفين عارفين الحكاية دي ان قضايا السب والقصف في النشر آآ قضايا النشر سب وقصف آآ اللي هي مفاش حبس. خلص. ولا فيها كمان آآ اللي هو السجن الاحتياطش. اوكي? فبالتالي آآ قضايا النشر مفاش. لكن في حاجة واحدة. وكان عملها على فكرة في فترة آآ البرلمان المكان معمول المادة دي اللي عملها وصمم عليها احمد عز. يعني لو لحد عاوز يعرف الحكاية دي. احمد عز اللي صام يحط المادة دي. واتحطت المادة دي. بعد آآ كان رافض في البرلمان وقتها من ناس كتير لكن في الاخر آآ وافقت الحكومة وكان الحزب الوطني وبتاعه فوافق على المادة تلتمية وتمانية. وهي يطلق عليها التشهير او اهانة العائلات. دي المادة الوحيدة اللي فيه قضايا السب والقصف. وفي النشر. النشر دي اللي هو الفيديوهات المكالمات الحاجات دي كلها. المعلنة في الاعلام يعني. او على البسطات وكده دي اسمها نشر. او المقالات. اللي هي ايه بقى ما تيجي تقول شادي عيسى حرامش. خلاص? اما وتمسوفوا بانه حرامي لازم معاك دليل. واخد سبقة. واخد آآ حكم عليه. اعترف. يعني ايه كده الصياغ. يعني بعد ناس يقوله على محد معايد انه مزور لانه اعترف بالتزوير. دي قصر. لكن انا بتكلم على اما تيجي تقول لحد انه شادي ده حرامش. حلو اوش. اه معاك دليل? لأ. دي في اضايا ده بب العلم يعني. انه عشان ناس تبقى فاهمة. انه المتصف في الوصف ده ومعاكش دليل. دي تدروع عند اهانة العائلات. انك اهانته وحطيت من قدره. ومن قدر عائلته. فدي بتخل من سنة. من من اول الاسبوع لغاية سنة. او سنتين. باعتقد سنة يعني. سنة سجن مع غرومة يعني. طبام? فدي يبدو ان القضية اللي محمد عثمان رفعها كان رفع التلتمية والتمانية. اللي هي فيها دي. ممكن بقى انا معرفش الصياغ اللي قالها المستشار المرتضى اللي على الاساس ده تم رفع القضية يعني. دي حاجة كده يعني. طيب. في في الفيديو ده برضو ملاحظ انه اتكلم عن ثلاث صفقات واكد عليهم جدا. ليه الجديدة? لا اللي هما المسلم ده يعني كيف يلعب. اللي هما دونجا ونضاي ومصطفى الشلبي. التأكيد على التلاتة ده البعض خلوا بان دول اكيد موجودين. هما الحقيقة ان مصطفى الشلبي هي بموجود. يعني يا والمفروض دونجا. ناخد وندف نضاي. لكن الحقيقة انه اخونا مصطفى شلبي ودونجا هيكونوا مكملين. يعني دي مش بيحتاج ان انت تتصور اي امور اخرى تخص عدم تكملته. تمام? طيب. ده ياخدنا لحاجة مهم اولي. ان دونجا وانا قلتلكو الحكاية دي وبقى اتكرارها تاني. بيتواصل مع المصطفى المرتضى. وفي بينه وبينهم اه تودد يعني. تمام? وده معادي بيحصل. لكن بالمناسبة لعبت ازاي بتتواصلش مع المصطفى منصور? على مدار السنوات اللي فاتت. اعتقد اخر حد كان بيتواصل معه بشكل شخصي هو احمد رفعت. لكن اللي عبت زاكل بتتقلق اساسا وبتخاف. يعني تقول لي تطلب حاجة بتاع فلا اما بتقول لامير. لك بتقول الكابتل اسماعيل. لو ممكن تقول لي ميدو دلوقتي عو واحد السيد. لكن تلاقيه مهم على طول فاصلات فوق يكلموه. او يشتكونه بتاع ما بيحصلش. بيخافوا منه. يعني دي حاجة انا متأكد منها يعني. طيب. لكن الوحيد اللي في المجموعة دي بيكلمة بتواصل معها هو اه نعمد نبيل دونجا وهو علاقته بيه قديمة من اما قال لنا معايا العقد بتاعه واربع سلين. فيه ايه? فيه ود بينهم يعني. لكنه التلاتة دول بيقولولك انه انه مصطفى يمشي مصطفى يمشي ازاي وهو بيتقدم وبيتحسن هزي تتحسن. ودونجا في امل لسه. يعني انه يتحسن. ونضايب يتحسن. لكن النضايب تاخد وتدي معافة الموضوع ده في ما يجي يعني من وقت ان شاء الله ان جاء وقت نتكلم عنه. طيب. هو بقى المصطفى قال كلمة مهمة جدا ولازم تاخدوا بالكم منها. وتركزوه فيها. وهي ان فيه. قال كده. مين اللي مش عاوز مرتضى في البلد. السؤال من وجهة نظر مهم جدا. والحقيقة زي ما هو قاله انه هيجاو عليه في المقتمر بتاعي. ومسابت اتمنى انه المقتمر ده يلاقي اجابة. عن مين اللي مش عاوز مرتضى. المهم جدا ان احنا نعرف الحكاية دي. يبقى فاهمين. الموضوع ده. هل الطرف اللي هيقول عليه المصطفى مرتضى بانه مش عايزه. هيطلع يتكلم ويرد ويقول لا انا مناش دعوة. بتاع الله هو اعلى واعلم الامور راح ازاي وجاية فيه. طيب. طبعا هو قال طبعا انا ما عنديش مانع ان انا قد سجن تاني وانما اتكلمت على الطباخ البلجيكي والمش عارف ايه. تمام? وقالمح انه قرار اعتذاره عن السوبر كان وراه قضية رافعت وقرار اه تقديمه للشكوى وقرار اخر بالقضية بحكمة. الله اعلى واعلم التلميحات دي صحيحة ولا لأ دي حاجة يعني لا املك ان انا واكدها. لكنه قال حاجة مهمة ودي اللي نلقل منها على اخبارنا دي الزمالي بقى. قال انه هو كمرتضى بنصور ومعا امير مرتضى اللي موجود في برلين اه للعلاج حسب هو ما اكد في الفيديو ومعهم احمد حسين ميدو. بيتكلمهم عن الصفقات وبتكلموا عن الناس اللي جاية وبتكلموا عن الناس اللي هتمشي والدنيا مش هزايش. المشهد ده بياخدنا على طول للرياضة بقى. انه مستمر. وبنجاحه في الفوز على اه الطلاقع يبدو انه ادارة الزمالي في الكراوية اللي هم يعني على الورق في اللحظة اللي هشايفينها دي امير وميدو ومعاهم اللجنة الفنية. مقتنعين بالرجل. والحاجة ان رجل بيتطور اللعيبة وفي دليل مصطفى شلبي اتطور وفي نضايق اتطور. نتمنى اللي هو عاوز هو يتطور. اللي اخلي باك لزوي برغبة اللعب الاول انه يطار عشان يستفيد ويفهم يعني. المهم اشياء دي القصة. الحكاية هنا تاخدنا لحاجة مهمة اوش. ايه الصفقات اللي الزمالك مرجح انه يجيبها? مين لنا خلاص رسمي ان ده رئيس الزمالك او يعني مع رئيس الزمالك مرتضى منصور قال انه هو كمرتضى وامير وميدو هما اللي اختاروا. مش بس كده اتكلموا مع اللعيبة في اللجاش. طب ده هيغضب مسلا كابتا ابو واحد السيد ما اعتقدش. خصوصا فيه كلام دلوقتي ان ابو واحد السيد زعلان من ميدو بمتدخلات ميدو وا 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 وا. ميدو بيظهر في النادي كل يوم وبيتواصل مع رئيس النادي الزمالك او آآ الاستاذ مستردى المرتضى ايا كان بقى صغر انا مش عايف اقول فيها ايه آآ وبيتواصل مع وزير الشباب وبيتواصل مع وزير المالية وبيتواصل مع 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 وآآ الافكار بيحاول يحلوا بمبادر وانا قلت لكم الحكاية دي ان ميدو من الشخصات المبادرة مش اللي هو قاعد وساكت جانا قاعد كده لأ وبيروح النادي كل يوم بتاعه. ده ممكن يزعل حد او ما زعلوش تحاجة ما تخصش قوي. لكن الاكيد انه الصفقات الجديدة هي من اختيار ميدو. واختيار امير. كفنيات يعني ميدو فنيا. وآآ اخونا امير. وطبعا وانا مغمض عيني. انه امير بيفيه هكتر ميحي علي. اللي جاب لنا النضاي حتى ولو ببعض شايف انه كويس ممكن يكمل. واللي جاب لنا اكنولا وجاب لنا زكريا الوردي والطاقم ده. ومصطفة الزناري وبتاع. فمن ثم ميدو على القلب يشوف الدوري. وشايف اللعيبة. وبيدهر على اللعبة اللي هي مش جعانة كورة لأ اللعبة اللي تقدر تتطور واللي عايزة تلعب. وتبقى فهم قيمة نادي الزمالك. فدي قصة يعني. طيب. لكن الاكيد بقى اشتغل اللي الزمالك بيشتغل عليه دلوقتي اللي هي ضبط العود. يعني ايه ضبط العود? اللي فات فات. اللي فات فات. يعني العود اللي جاد اللي اتمضى اللي عبا ما توقعت عليها وبتاع اللي هيقعد هيقعد واللي همشي همشي. دي خلاص عود. ما لهاش حل. لكن ما هو جديد هيبقى فيه تخفيض وتعديل وده آآ فكرة عند ميدو وعند امير وبيشتغلوا عليها دلوقتي انه الرواتب بتاعة الزمالك تلتمية وعشرة مليون تقريبا عاوزين وصلوها لمتين وعشرة ينزلوا ميت مليون او بوم ده رقم رهيب جدا انك تزف موز ميت مليون. يعني دا يريد. ما حدش يزعل. معناها ان انت هتمشي عدد لبقسة به من اللعيبة وهتجيب عدد لبقسة به لكن برواتب ايه? اقل. ده اللي هيجرى ولا لأ هنعرف. هيعملوا فئات. كم واحد بقى مين اللي هيكون زي زيزو مفيش. خلاص? يعني ايه رقم واحد فئة مستسنى ده زيزو. بعد كان ممكن بفيه فئة واحد واثنين وتلاتة. يوصلوا الحل فيها ويحلوها يعني. وده اللي نتمناه في جميع الاحوال. آآ عبدالله جمعة يعني حتى هزي اللحظات ما زال آآ يرغب في الرحيل. حيان عبدالله من المسم الابني اللي فاته هو مقدمش حاجة في الزمالك. وآآ وملعبش كتير وبتاع. وكان في يناير اللي فات ده كان فيه كلام مرايح المصري واقترب وبعدين يبدو ان اختلف على المقابل او حاجة. لكنه عاد الامور مرة اخرى للنادي المصري والتفكير للنادي المصري وهو عاوز يروح للنادي المصري. فاعتقد ان عبدالله جمعة ايامه يعني معدودة في نادي الزمالك مع انتهاء الموسم هيمشي. والزمالك هيبقى بعض دخلوا في صفقة تبادلية مع حد في المصري ولا لأ دي كلها امور هتكون واضحة خلال الفترة اللي جاية. طيب. ده ياخدنا لحاجة مهمة جدا مبارح قبل المطش الكلام على هروب وسريقه. هروب وسريقه. ما عافش يا رب ليه يعني. ما يراجل سامو عليك وانا ماشي وبتاعه يبشي. يعني ما خضوش بعدك انه يا رب. يعني مش بيعزبوه يعني. المهم ايه السبب? السبب انه فجأة خض شنطه. من النادي. من الفندو اللي عاد فيه. فالناس خدت بعضها واحد انها التعاقد سلامو عليكم دفع الفلوس بتاع النادي بتاع الفندو ومش الحق. ده خد طاق لهو الحق ده خد شنطه ودفع على الحساب بتاع الفندو. طب كان في حد من دي زيك معاه اه بس ما حدش عارف بقى الحكاية. بس الحق ده مضوحر. هو القصة بدأت من هنا. ان الراجل دفع الحساب اللي لي عند الفندق وخد شنطه. ومشي. رأى على فيلا. في اكتوبر. يبدو انها نفس الفلوس اللي كان قاعد فيها كارتيرون. ونقل في فيلا. اه دي القصة بحالة. فالناس الحق ده انه هو هرب مش عارف ايه. ففلية اكتوبر كان السبب في انه يتقالي الكلام ده وقت. لكن راجل دفع الفلوس بتاعة الفندق وسلامو عليكم. وراح الى فيلته وهيقعد فيها وبتاع وهنشوف الامور راحة فين وجامل. اخر حاجة عاوز للكو عليها. وهو قصة بن شرقي. يا مرحب يا مرحب يا بن شرقي. ايوة يا مرحب يا مرحب يا بن شرقي. يعني ايه? بن شرقي ملوش غير الزمالك والزمالك ملوش غير بن شرقي. طب ازاي ده ويحصل ازاي? يحصل كالادي. الجزيرة الرياضي نادي اللي هو بيعب فيه في الامارات غير السيستم والمجلس الادارة بالكامل بتاع النادي. وتغيير المجلس ده خلاه انه ممكن يغيروا كل اللعبة. الاجانب. عشان هما ديوم طموح معين جديد. هنا الموضوع اللحظة دي لسه لم يتم فسخ العقد مع مين? آآ بن شرقي لو ادارة الجديدة في بن جزيرة عاوزة تغيره. لكن هو ملوش ظهر ولا باب. الا باب نادي الزمالك. ومن سما وجهة نظري ان بن شرقي يعود في حالة فسخ التعاقد مع الجزيرة ومن ستقدره كل فلوسه. الزمالك يقدر يتعاقد معه ويديوه راتب كويس. وجمهوري زيك يستقبله بالاحضان وهيقبله في المطار. فموعد عودة بين شرقي لنادي الزمالك واقف على انه ازاي هيخلص الموضوع في الجزيرة. والجزيرة اللي ينهيها. يعني لو جزيرة فسخ العقد ازايك اللي هيتفاوض مع جزيرة? ولا هيتفاوض مع اي حد يبكلم وديا كده اخو اشرف بن شرقي. اه لو انتوا انهيتوا الموضوع احنا عايزينكم وشوفوا احنا انتفي عليه. لكن لزمالك هيبعت للجزيرة ولا هيتكلم مع جزيرة ولا هيقول حاجة للجزيرة الاماراتي. وجزيرة الاماراتي لو متصور ان زيك هو هيأخر الاستغناء عن اه بن شرقي عشان ازايك يبعتلو فازايك مش هيبعتلو. فايما ليه ما هيستغنى عنو او هيقعدو او يبيعو بقى في حتة تانية لكن لزيك عشان ياخد بن شرقي هياخدو وهو فرض كده خرج معاه استغناء وفي جيبه ويتحرك من بقى للجزيرة للزمالك. ساعتها هتلاقي بن شرقي في الزمالك. لو انت تدور عن موعد بن شرقي امتى? هينضم النادي الزمالك. السلام عليكم.